السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من قناة كيم اون واليوم ارجعت لكم فيديو جديد بشارحة جديدة عن بيلد الايس كونتلت والريبر اللي هو الخفازة الجديدية والريبر اللي هو السيف المبارزات طب لما نبدأ بالشرح بتمنى انك تحط لايك وتشترك بالقناة في عدة ناس عم يتابعوني بس لسه ما اشتركوا بالقناة المشاهدات عم توصل ل مية لاربعمية بس المشتركين لسه سبعين فبتمنى انك تحط زر اللايك والاشتراك قبل ما تبدأ المقطع واذا ما عجبك الفيديو بنهاية المقطع شيل اللايك حد سلايك وقل لي سبب اللي ما عجبك المقطع فيه لحتى نحاول نحسن من حانة طيب نبدأ نغرب تبع هذا افضل بلد ممكن انك تستخدمه البيلد راح يركز على الاي سطورم المهارة هاي هي هتكون اه اساس هادا بلد بانك هتضيف البرك هات بعد ما اضيف البرك هات هتضيف الستورم بعد ما اضيف السطورم هترجع على الخط الثاني هتحط البرك ت succ المهارات هاي بعدين المهارة هاي بتكون انت هيك جبت المهارات تلاتة وبديت بس تزيد بلبرك احنا هتجيب او هاي اللي هي بتخلي انه الآيس دامج يزيد لمدة 35% لثلاث ثواني بالمهارات اللي انت عم تستخدمها طيب البيرك الاول اللي هو قلنا عنه اللي احنا كل ما تعمل اندا ضربة حارجة هترجع 15% معنا الضربة الحارجة اللي هي الضربات اللي بتكون اقوى من المعتاد اللي بتكون دبل او اكثر بشوي بعدين عندك البيرك هات البيرك هات بيخلي هجومك اقوى بالنسبة 15% لما يكون الشخص مبعيد عنك بمسافة 15 متر بعدين عندك البيرك اللي هون اللي هو بيعمل نسبة 15% زيادة للضربات الحارجة لما تكون اللي استمنى عندك كاملة بعدين عندك البيرك هات اللي بيخلي انه بعد ثلاث ضربات متتابعة عادية يرجع لها 15 مانا بيفيدك لما انت يكون المانا عندك قليلة بعدين عندك البيرك هات واللي هو بيخلي نسبة الضربات الحارجة تزيد نسبة 20% لما يكون داخل الدائرة الجليدية هي. او يكون عليه من من بتجيبها? بتجيبها من المهارة هي. اه عندك بعد هيك عندك المهارة هي واللي هي بتعمل انه والهاد البارك التاني اه مهم جدا انك تجيبه بعد ما تطور انت اول شي حتزيد هون هون وتزيد مهاراتك ثلاثة حتقوي وتزيد البارك هاد. البارك هاد اش روح يعمل? لما يكونوا هم جوا الدائرة كل ضربة هي اللي هي بتضلك معلقة على ضربة الفارة او على كبسة الفارة وتجي عليه كل ضربة حتعملها حتثبت العدو لمدة ثانية اللي هو تعمله تجميد. فانت حتستخدم البارك هادا كتير بالهجوم على الاعداء. طيب حتدمج الاعداء اللي جواتها وبعد ما تزيد اول بارك. اه حتخلي الدامج يزيد اكتر لمدة ثلاث ثواني ازا الاعداء اللي جوادها دمهم تحت الخمسين بالمية. عندك بعد هال البارك اللي بعده. حتخلي المانا كوست او المانا اللي حتحتاجها المهارة هاي اقل بنسبة اتمانين بالمية از المانا عندك فل. بعد هيك عندك البارك اللي بعده اللي بيخلي الدامج يزيد بنسبة عشرة بالمية لكل عدو جول دوامي. يعني ازا عندك خمسة حيزيد بنسبة خمسين بالمية. بعد هيك عندنا المهارة هاي المهارة هاي لما تحطها ويفوت عليها واحد هيعمل له فروست بايت لهو ضرر جليدي. غير هيك حي خليه يغم على اللي لمدة ثانية ونص. بتزيدها بعدين بيقول لك انه لهو المدة حتزيد لسبعة ثواني هيضلي انه موجودة لسبدة سبع ثواني بالارض. بعدين عندك الاصحابك اللي حيمشوا فيها حتزيد سرعتهم لمدة خمسة اه بنسبة خمسة وعشرين بالمية لمدة ثانيتين. بعدين عندك الفروست بايت اللي حتسببها بالمهارة هاي حتخلي الدفاع دبعهم ينزلي بنسبة عشرة بالمية. البيرك اللي فوق احنا زدنا اللي هو حيخلي سرعتك تزيد عشرة بالمية داخل الفروستد آريا آريا. اللي هو جوه الدوامة هاي اللي انت حتعملها حتصير سرعتك اكتر بنسبة عشرة بالمية اللي هو انت ازا واحد لاحق حتحط له المهارة هاي تحط هاي عليه وتهرب من هنيك باسرع ما انت بالعادة بتعمل. عندك بعدين التومت التومت لما تعملها عليك بترجع كل المانا اللي عليك وبتحمي حالك من الضرر. آآ المانا اللي حت حترجع على على الوقت لما انت عشر ثواني حترجع المانا انت بتستخدمها لما تشوف المانا تبعيدك نازلة او اذا اللي قدامك قرر بيقوت لك وبتحطها مشان تلحق انك آآ تهرب منه. عندك بعدين بتزيد هاي اللي هو بزيد الدفاع تبعك بنسبة خمسة وعشرين بالمية ثلاثة ثواني بعد ما تطلع من التومت او الجليد اللي انت بتعمله عندك المهارة الاخيرة واللي هي افضل مهارة بالمهارة او بالافضل بالمهارة هاي اللي هو لما انت تفوت على التومت حتشيل كل اللي هو المثل على سبيل المثال اللي هو الجرح البويزن اللي هو التسمم وباقي اللي موجودة في اللعبة. هيك بنكون شرحنا. الريبر في عدة طرق انك تعمل مهاراته. عندك الطريقة الاولى ازا انت حاب تعمل بلد يعتمد على البليد. عندك طريقة تانية ازا انت بتحب مهارة الضرب السريع. عندك البلد الثالث اذا انت حاب يكون عندك الايفيد او الدودج اللي هو تقدر تهرب من الاعداء. بنبدأ بالاول. الاول اللي هو بيعتمد انا حشرح المهارة الاضافية. بكل واحد. وحشرح المهارات اللي احنا حنستخدمها نفسها. بالكل البلدات مرة واحدة. فنبدأ بالمهارة الاضافية هون. اللي هي اول شي عندك التوندو. اللي هي بتعمل تامج اه بنسبة خمسين بالمية العداء اللي ضدك. بتعمل لون بليد اللي هو جرح. بتنقص خمسة وتمانين بالمية تامج. من الاشخاص اللي قدامك على مدى اطمعشر ثانية. يعني ما حتنزل خمسة وتمانين بمرة واحدة حتظلها كاملة لتنعشر ثانية. فيك تزيد الضغار هاد بانك تستخدم المهارة عالشخص ثلاث مرات وكل مرة حتعمل اللي هو هيصير فيه متل عداد مرة الاولى المرة التانية مرة التالتة. وبما انه اللي احنا ما اعتمدين على المهارة هاي. هنزيد المهارات اللي حتقوي الدامج هما لما يكونوا اه عليهم بليد او جرح. طيب. بعد ما نزيد المهارة هاي. حنزيد البرك هاد. اللي هو حيرجع لك لها تستمنى بكل ضربة بتعملها. بعدين حنزيد المهارتين هدول حيصير عندك ثلاث مهارات جاهزين. تبدأ بقى بتقوي مهاراتك. اول شي حتعمله حتقوي مهارة البليد. حتقوي البيرك الاول. واللي هو بقول لك يعني لما تستخدم اول مهارة اول مهارة اول حتنزل عشرة بالمية من الوقت اللي انت تستغرقه لحتى تعمل المهارة هاي. بعد هيك بتقول بيرك اللي بعده. اف يو هت اولي تاركت ايبن انا بلوك هت. اللي هو لما تضرب انت شخص واحد بالمهارة هاي. كمان المهارة حتقل الوقتها بنسبة خمسة وعشرين بالمية. عندك عشرة ب interessante بل gamma. بعدين عندك البيرك الاخير اللي هو اللي هو مهارة هاي لما تعملها عن بعد اربع اربع امتار حيزيد الدمجت معها بنسبة مية بالمية. بعد هيك حنقول المهارة الاول اللي حتقوي المهارة هاي. اول بيرك حيقوي المهارة هاي هو هاد. دي الخمسة بالمية اللي هو خمسة بالمية زيادة دامج على الاعداء اللي عندهم بليد او جرح من السلاح تبعك اللي هو الريبر. تاني بيرت حيقويننا الموضوع هاد اللي هو هي الهيبي بانكتشر. يعني انت لما تعمل المهارة هاي وتعمل ضربة هيفي حتمد المدة تبعيتها اللي هي 12 ثانية لمدة 14 ثانية وحيضل زيادة هاي بالثانيتين حتى لو استخدمت المهارة بعدها. يعني انت حتعمل الهيفي اتاك مرة واحدة. الهيفي اتاك شرحناها قبل شوي اللي هو وانك تضلق ضغط على الفارل حتى يعطي ضربة قوية فانت حتستخدم الموضوع هاد مرة واحدة بس انت بتضربه بضربة هيفي واحدة وهي حتزيد ثانيتين على تلك تستاكات اللي هو بمثبت 6 ثواني بتكون. طيب بعد هيك حتاوي البرك هاد البرك هاد ما شرحناه اللي هو كل ضربة حتضربها للشخص اللي قدامك حتنقص المهارات او سرعة عودة المهارات بنسبة واحد بالمية. بعد هيك نشرح البرك البرك هون شرحناه نشرح المهارة هاي المهارة هاي حتفوت انت على الديفينس بوشيشن بوشيشن لهو حالة الحماية لثانية واحدة اذا ضربك العدو اللي قدامك حتعمله ضربة اللي بعدها الضربة اللي بعدها حتخليه مغمى لمدة ثانية ونص. طيب. عندك البرك الاول اللي حتزيده هون. إذا لما تعمل هاي المهارة بنجاح كل ضرباتك اللي قادمة لمدة ثلاث ثواني ما رح تكنسل او ما رح تعترض من الشخص اللي ضدك البيرك اللي بعده طيب لما تعمل المهارة هاي بنجاح حتنزل عشرين بالمية من الوقت المستغرق لاعادة المهارات الاخرى اخر بيرك اللي هو يعني انت بالهوم بالاساس عم تغمي لمدة ثانية ونص مع البيرك هات حيصير ثلاث ثوانية ونص ثلاث ثوانية ونص بتكفيك انك ترجع على وتحط الدوامة وتبدأ تضربه بالهيفي اتاك مشان تروح من دمه المهارة اللي بعدها اول بيرك هات خلنش رح بما انه بالطريق اللي هو ثلاثة بالمية هايست اللي هو هايست اللي هو سرعة تمشي اللي هو كل ضربة حتعملها انت حتزيد سرعتك بنسبة ثلاثين بالمية لمدة اربع ثوانية وفيك انك تخلي الموضوع يتجمع لعدد خمس مرات يعني خمس مرات فيك تزيد سرعتك بنسبة ثلاثة بالمية اللي هو ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر بالمية هايكون زيادة سرعتك لما تضربه خمس ضربات بعد هيك حتاوي المهارة اللي هون المهارة اللي هون معروفة انه للهرب وفيك تستخدمها للهجوم اذا كان هو بعيد عنك بس لازم تقوي كمان المهارات اللي هون لانه ما حكى فيك مية وخمسة واربعين دامج لو ضرر بس انك تروح عليك مهارة هروب مية وخمسين اربع مية وخمسة واربعين هي فيك تقويها اذا ضفت البركات اللي تحت خلنشرحهم من الاول للاخير اول بيرك عندك عم يقول لك انت لما تقتل الشخص اللي قدامك بالمهارة هاي حتقلل سرعة اعادة المهارة بنسبة ثمانين بالمية البيرك اللي بعده اتاك اه اللي هو انت لما تعمل المهارة هاي الاتاك اللي بعده حيكون اه دامجه زيادة عن الزيادة بنسبة خمسة واربعين بالمية البيرك الاخير اللي هو بريسينج لايت اتاك اني تايم دورين فلنش ويل ستوب اند بريفورم استاتيك كونتينيات اتاك ديلنج وان هندرد ففتين دامج اللي هو انت لما تكون عم تعمل المهارة هاي ما فيك توقفها بس انت لما تضيف البيرك هات حتصير تقدر توقفها باي وقت انت حاب ويعي تستخدم المهارة هاي وبس توصل لعند العدو تضغط الفارة هجوم عادي حيوقف المهارة ويضرب ضربة عادية الضربة العادية حتسبب مية وخمسة عش واول ما توصل لعنده انت بالاساس حتسبب له مية وخمسة واربعين حيصير المجموع كليا ميتين وستين طيب بعد ما تضيف العشر بيركات هون مع المهارات هتفتح الالتي تبعك الالتي تبعك وعم يقولك انه كل مهارة انت حتستخدمها حتز حتزيد الضربة العادية اللي حتستخدمها انت بنسبة خمسة وعشرين بالمية بعد المهارة والمهارة او البرك هات او الالتي هات حينتهي بعد ثلاث ثوان اذا ما ضربت او حينتهي بس تضرب الضربة مو لازم تكون انه ضربة عادية فيك كمان تستخدم الضربة الهيفي اللي هي بتضلك كابس على الفارة لحتى يعمل ضربة قوية طيب هون زاد عنا بيرك وزاد عنا مهارة البرك اللي زاد اللي هو انه الضربات اللي هو الضربات اللي انت بتعملها بالسيف حت لما تعملها حرجة حت تنقص سرعة اعادة المهارات نسبة خمسة بالمية المهارة اللي زادتت عنا هون اللي هي فيوري بتعمل عدة ضربات وورا بعد تعمل دامج لما تاوي اول واحدة حتقولك most of fury doze 25 more block damage اللي هو صد داميج صد اللي هو خمسة وعشرين بالمية يعني اذا واحد عامل صد حتزيد الداميج عليه بنسبة خمسة وعشرين بالمية هو بيقلل الداميج بس انت حتقلل هذا التقليل بنسبة خمسة وعشرين بالمية بعد هيك بيقول لك يعني كل ضربة انت حتعملها بالسلاحات حتقلل سرعة اعادة هاي المهارة بنسبة سبعة بالمية اذا عملت خمسة بصية سبع مرات او خمس مرات سبعة بالمية طيب كل ضربة حتعملها بهالضربة حتزيد الجرح اللي انت عملته للخصم اللي ضدك المهارة هيفيدك اكتر لما تستخدمه مع المهارة هاي بس لحنا مشان نوصل للبيرك هاي محتاجين نحط هذا البيرك فاحنا مضطرين نحطه مع انه احنا مو مستقديم مهارة الجرح مع المهارة مع البلد هاي طيب ليش احنا بدنا اخر بلد لاخر بيرك لانه اخر بيرك طيب شو معنات هذا الكلام انه اخر ضربة انت حتضربها بالسلاح حتخلي الخصم اللي قدامك يصير غير طبيعي انه يمشي بشكل انه رح يوقع يعني ما حيقدر يستخدم مهاراته بتقدر تقول طيب هذا البلد الثاني اللي انت فيك تعمله عندك البلد الثالث اللي هو انك تزيد المهارة هاي هون احنا ما تغير عنا شي بالبيركات اللي احنا شارحيناها بس عد عنا المهارة هاي طيب شو المهارة هاي المهارة هاي بتستخدم للهرب للريبر مفيدة جدا بالبي بي بي انا ما حبيتها انا اكتر شي بحبه بالذات اللي انا بعملها بالريبر اللي هو يكون عندي لانه انا بحب استخدم البليد من بعيد وظلني زيده زيده بخلي الدمج او يزيد على الشخص اللي قدامي عن بعد وانا بعيد عنه ما يقرب علي واللي هو بستخدم انا الطريقة بالمهارة هاي ومهارة الستورم مع الضربات السريعة او الضربات الهيبي على الخصم اللي قدامي طيب المهارة هاي خلنش راح مثل ما قلنا بتعمل دوج او بتهرب من اي اي ضربة اه جاي موجهة عليك لما تضغط المهارة هاي فيك تتفادي يمين يا سارة ورا لقدام بالاتجاه اللي انت حاطه بالاحرف اللي انت تمشي فيها طبعا فيك تستخدم المهارة هاي حتى انت لو عم تضرب لو انت عامل مهارة لو شو ما انت عامل تضغطة بيوقف ايشي انت عم تعمله وبيهرب دغري طيب البركات حنشرحها البرك الاول بقولك انت بتاخد عشرين بالمية ستامنة دغري لما تستخدم المهارة هاي اول ما تستخدم مهارة هاي برجع لك عشرين ستامنة المهارة اللي بعدها بقولك لما تستخدمها هتزيد سرعة مشاك بنسبة عشرين بالمية لثلاث ثواني بعد هيك عندك فوروات جين ففتين بريس دامج اون يور نكس لايت اتاك انت اون هيت اور افتر وان ساكند لو انت لما تستخدم المهارة هاي لقدام حيخلي ضربة طبعيتك زيادة بنسبة خمستاش بالمية الضربة العادية اللي هي بس تكبس الفارة بنسبة خمستاش بالمية وبتوقف البرك هادا عن زيادة الهجمة بعد استخدام الهجمة او بعد ثانية فانت لازم انك تستخدم مهارة هاي بتضرب ضغري مشان ما تروحها لحالك الفرصة هاي البرك الاخير اللي هو او لايت اتاك ردوس او لايت اتاك ردوس the cooldown of this ability by 30% ايتش اللي هو انه كل ضربة لايت اتاك هتعملها انت بعد المهارة هاي لما تستخدمها لقدام اول شي قلنا حتزيد خمستاش بالمية من ضررك بعد هيك كل ضربة انت حتضربها لايت او ضربة عادية بالمهارة هاي او بالسلاح تبعك بعد ما استخدم المهارة هاي هتقلل بنسبة عودة المهارة هاي بنسبة 30% فانت نقول بتضرب تمشي لقدام بتضرب اربع ضربات بترجع المهارة هاي ففيه تهرب من فيها او بترجع تستخدمها مرة تانية طيب لهو بكون وصلت لشرح البلد كامل هتقل للعبة اشرحها شوية عن الاشياء اللي انت بتستخدمها شو الجيم اللي حتستخدمه وين حتزيد بال بال بالاتروبيوتز حنوقف التصوير ونرجع لكم طيب ارجعنا من جو اللعبة قبل ما نبلش بالشرح الاتروبيوتز والبقاء الاشياء بحب قولك انو انا شرحت لك تلك بلدات للريبر انت نقل اللي انت بيعجبك منهم انا بيعجبني البلد تبع البلد او الجرح انت ممكن يعجبك اي بلد تاني انا شرحت لك تلك بلدات انت فيك حتى تعمل البيلد خاص فيك. انا شرحت لك اهم الاشياء اللي ممكن تستخدمها. انت من هون حتنطلق حتبدأ شغلك على الاسلاح وتشوف اللي بيناسبك خلال لعبك بالريبر. بس الايس قمت لك اذا افضل بلد ممكن تعمله له. حنبدأ بالاتريبيوتس. الاتريبيوتس حتزيدك كلها بالانتليجين. الانتليجين عندك هون حتزيد فيه كل النقاط تبعيتك. ولا تنسى انك تحط كمان بين فترة وفترة انقاط بالكونسنتيوشن مشان تزيد الدم دبعك. مشان ما تموت بسرعة فانت لازم تحط بالانتليجين بنسبة خمسة وسبعين بالمية فيك تقول وخمسة وعشرين بالمية بالكونسنتيوشن. اعتادك او لبسك هيكون كله الا الدراح هيكون ميديم مشان تستفاد من موضوع انه الدفاع تبعك يكون زيادة انا حاطط كله وبس ميديم اللي هو الدراح تبع جسمي وحاسب لي فوق لايت. ليش بدنا يا لايت? لانه هيكون عندك اسرع اللي هو هيكون عبارة عن تدحرش الامام او بالاتجاه اللي انت حتستخدمه. وليش كمان غير هيك? لانه هيزيد الدمج تبعك بنسبة عشرين بالمية. طيب. الاسلحة. اه انا ما عندي ريبر حاليا بس اه حنقول لك شو تحط فيهم. حنروح عند ونرجع لكم. طيب رجعنا من عند آآ اغراضك اللي انت حتستخدمها لازم يكون فيها بالاضافة اه اللي هو عندكم مسلا عندي عندك اتنين وعشرين بالاتنين وعشرين وكمان ازا كان فيها الموضوع ما هيكون غلط بالعكس بيكون موضوع ممتاز مثل هذا على سبيل المثال بس هذا انت بدك طيب الاحجار خانشوف الاحجار هنبدأ اول شي بحجرة والحجرة راح تستخدم طبعا انت فيك تختار فيك تحط الاقوى من هاي فيك تحط اللي هي الحجر بس اه اذا كان سلاحك مو مستاهل ان هتحط في حجر قوي فابا نصحك تستخدم احجار غير مكلفة لحتى تجيب سلاح الهاي ايند او اخر سلاح ممكن انك تستخدمه بالنعبة هاي وتحط عليه اقوى حجر لهو هيكون سعره طبعا مكلف جدا. اه الاكوامارين ليش هنختار سلاحات اه وليش هنختار الحجرة هاي الحجرة هاي هتخلي الريبر تبعك يستمد قوته من الانتلجين طيب ما الريبر بالاساس هو بياخد من اللي هو بالييد الاول اا بالاول اول شي يعني بياخده من 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 الدكستاراتي وثاني شي بياخده من طب احنا استفدنا هوم هو اسلاحPER يقوم طيب انا بقول لك ازا حطيت الحجرة هاي بدلا ما هيكون قوته حتزداد من بعدين هيصير يزداد من دغري يعني بسرعة من اول مرة ما هي انه مسلا يكون الدمج عندك اضعف لانك انت عم تزيد طيب غير هيك هيعمل لك عشرين بالمية اللي هو هيخلي الدمج يخسير عشرين بالمية دمج جليدي الدمج الجليدي وان حيفيدك حيفيدك لما تكون انت زايد بالايز قانتلت مهارة الدوامة انت لما تزيد مهارة الدوامة بالايز قانتلت حلو وتحطها وتضرب بالريبر جوه هاته انت حتعمل دمج اقوى حيكون دمجك اقوى لانه انت عم تستخدم دمج جليدي جوه عاصفة جليدية طيب الايز قانتلت اه شو راح نحط لها حتحط لها عن اه نوع واحد من الاحجار هاي حسب اللي حيناسبك او حيناسب طريقة الهجوم تبعك اول حجر ممكن تحطه هو المالشت المالشت شو حيعمل حيعمل انه حيخلي دمجك اقوى بنسبة ستة بالمية لاضعف حجر اللي احنا حنشرح انت طبعا لما تطلع بالحجر للاقوى فالاقوى فالاقوى حيزيل الدمج اللي انت عم تعمله بس احنا حنشرح على اضعف شي بما انه هو اسهل شي انك تجيبه اذا انت مبتعرف نوع تجيب الاحجار او شلون تصنع الاحجار عندي شرح بالقناتي على اليوتيوب فيك تروح تشوفه وتشوف شلون هتعملها وشلون تجيبها من بداية اللعب من لما يكون اللي بلاك تسة عشر فيك تحصل على الاحجار هاي او فيك تشتريها وتريح حالك المالشت هيعمل ستة بالمية دمج لما يكون العدو اللي ضدك عليه كراوت كنترول اللي هو انه يكون مغمى مبطأ او عليه عفن اللي هو روت اه هاي الاشياء سهل انك تجيبها اللي هو مهارتك اه التانية اللي فيك تستخدمها خلينا نورجيكم ياها اللي هي المهارة هاي هتغمي الشخص اللي قدامك انت لما تعمله اغماء وتضربه ضرب الهيفي او تضربه اي ضربة هتكون دمجها اقوى لانه هو مغمى اردي الحجر التاني اللي فيك تستخدمه هو حجرة اه حجرة الجاسبر حجرة الجاسبر شو هتعمل ستة بالمية دامج زيادة لما تنضرب تلات دربات من العدو يعني لما تضربك للعدو تلات مرات هيزيد الدمج تابعك من نسبة ستة بالمية الحجرة اللي بعدها فيك تستخدمها هي الاوبل الاوبل شو هتعمل اه هتعمل انه لما يكون الاستامنة تابعك مو كامل هيكون دمجك اعلى طيب اه انت عم تستخدم ايزغان تلات شون هينزل الدمج تابعك موضوع سهل انت عم تضرب لنقول اه الشخص اللي قدامك حلو هتعمل دودج وتضرب هيك انت حققت الشرط انه انه استامنة تبعك مو كاملة وعم تضرب اللي قدامك فللو ما ترجع على استامنة تبعك فل تستخدم دودج تاني بتضرب تستخدم دودج تاني لورا وبتضرب انت عم تعمل دودج لورا ليش مشان تبعد المسافة عنه وتكون انت بالحالة هي عم تستخدم البيرك هذي اللي بيقول لك انه كل ما تبعد عن العدو حيكون دمجك اقوى طيب بعد هيك عنا الحجرة الثالثة اللي هو حجرة الحجرة الحجرة بيقول لك هيكون دمج دبعك اقوى بنسبة خمسة عشر بالمية لما يكون العدو دمه كامل اه وين حتستخدم الحجرة هي الحجرة هي حتستخدمها ببداية القتال حتقول لي الحجرة هي استخدامها مرة واحدة طب انت حتقتل الشخص قد ضدك بالبي في بي مرة واحدة فانت المحتاج هو انه بس اه دفعة تخلي دمه ينزل يخاف منك وصير يهرب فالحجرة الاونكس لا تستقل فيها هي قوتها بنفس قوت الحجرين التانين طيب الاونكس حتقول لي خمسة عشر بالمية زيادة الدمج عند البداية مش مستاهل الموضوع طيب لا تستخدم الحجرة هي هلأ استخدمها لما بالاند جيم لما يكون الحجرة باقوى اقوى شو اسمه التحويل لها اللي هو حيزيدك تلاتين بالمية ضد العدو اللي قدامك طبعا انت شلون حتستخدم هاي الحجرة افضل استخدام اللي هو انت حتبدأ هجومك على العدو بالمهارة الستورم بتحط الستورم عليه الستورم عليه حيزيد بنسبة ستين بالمية وتبلش تضرب فيه بالضرب الهيفي انت هون اه نقصت من دمه بسرعة وحتى اذا كان العدو اللي ضدك ما نوعه خبير بالبي في بي ما عنده خبرة انت ممكن تقتلهم من اول المهارة استخدمتها بسبب انك حاطط الانيكس والانيكس حيخلي الدامج تبعك زيادة كتير بالبداية طيب لهون بتوقع انه شرحت كل شي ممكن انك تقدر تستخدمه اه بالبيلد هات اللي هو ايسكنتلت والريبر بتمنج انه يكون فادة كالشرح اه بتأسف اذا الموضوع مر بسرعة اذا شرحت بسرعة اذا تلعتمت بالحاكي لانه كما انت شايف الشرح طويل الريبر فيه له عدة اه بلدات بنهاية الفيديو باحب اقول لك انه لا تنسانا من الاشتراك من لايكك والدعم اذا ما عجبك المقطع عم برجع بقول لك حد لايك وقول لي ليش ما عجبك حتى تقول لكم رابط الديسكورد تحت اه اللي هو اه اسمي بالديسكورد فيك تضيفني دغري تتواصل معي دغري او فيك كمان تفوت على الرابط التاني اللي هو للكامباني تبعنا او الجروب تبعنا وتسأل اي حدا انت حابه انا بالكمباني اسمي محمد نفس اسمي باللعبة انا اسمي باللعبة اللي ما بيعرف اسمي محمد مثل ما انا اسمي هلا محمد او على الديسكورد اسمي ماكسيموم لهون بيكون وصل نهاية الفيديو وفي امان الله